يا صباح الخير واستعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضايا المصرية أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر حلقة الجمعة 21 يوليو إزايك يا عبد السمد صباح الخير يا بسانت حبي ويكيند زبابيو حبي ويكيند يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر زي ما قالت بسانت النهاردة الجمعة حلقة نهاية الأسبوع يعني كل أسبوع وحضراتكم طيبين وبصحة وسلامة يمكن مزال حتى الآن الحديث والشغل الشاغل على كل مواقع التواصل الاجتماعي والخناعات اللي موجودة كده ما بين الناس عن الحر ومحب الحر ومحبي الشتاء تحديداً أو محبي الصيف ومحبي الشتاء لكن ده ده فعلاً اللي احنا نطرح النهاردة سؤال على حضراتكم ايه هي الوجبات اللي بتكروها علشان تقللوا احساسكم بالحر اللي موجود اليومين دول بسانت تعمل ايه؟ يعني خليني اقولك بس انه فعلاً الناس كتيرة قوي فعلاً بيتخنقوا على موضوع الصيف والشتاء انا عجبني الكوميكس كمان اللي بقى عملوها عرفاً يعني لا احنا كمان هنا في الصباح الخير يعني الناس الكوميكس بتاعتها دايماً بتتكلم عن قد ايه الصيف السنادي صعب قوي في الحقيقة حتى لو انت من محبي الصيف انت السنادي اكيد مش قادر تستحمل الحر لان الموجة الحر السنادي عن مختلفة عن كل سنة وحقيقي هي صعبة جداً لكن في الاول وفي الاخر في حاجات ممكن نعملها عشان تهدي شوية من احساسنا بالحر بزيد كمان لو احنا طول الوقت بنبقى في الشارع او محتاجين ننزل الشارع كتير ونتعرض فترات طويلة للشمس فطبعاً في حاجات ممكن نعملها عشان خاطر تقلل احساسنا بالحر او تقلل الاجهاد اللي احنا ممكن نحس به نتيجة لتعرضنا للموجات الحر المستمرة اللي متعرض لها الفترة دي في الصيف طيب جسمنا من الحاجات المهمة قوي اللي ناخد بالنا منها ترتيب الجسم ده سواء كان عن طريق المشروبات اللي ممكن نشربها او عن طريق الوجبات اللي ممكن ناكلها وزي ما انت سألت ايه الوجبات اللي ممكن تبقى بتاكلها عشان تقلل احساسك بالحر يمكن دخلنا على كده الانترنت وسألنا دكاترة كمان وشوفنا ايه الحاجات اللي ممكن تكون بتقلل احساس او الاحساس بالحر ولقينا انه لازم نبقى بندخل لجسمنا الياف كتيرة جدا وكمان نبقى بندخل صلاطات بكل بقى انواعها الطماطم الفجل لو فيه طبعاً لمون نحطه على الطماطم الخيار البصل كل انواع الخضار كمان من ناحية تانية بيقلل احساسنا بالحرارة بذات ان الجسم كمان بيفقد ميا كتيرة جدا لان احنا بنتعرض اكيد احنا بنعرق وبنفقد ميا كتير الفواكه الحمضية كمان مهم جدا مع ان الفواكه الحمضية دايما بتبقى في الشتاء لكن مهم ان احنا ناكل كتير من مثلا البرتقان اللمون الحاجات دي كلها الفاكهة عمتاً بشكل عام بتقلل احساس او بتقلل احساس جسمنا بالحرارة عكس الحاجات اللي فيها كافيين مثلا دي بتقلل بتناشط ضربات القلب اكتر فبالتالي بتخلينا نحس باجهاد اكبر فالعنب الموز الكانتالوب البطيخ طبعاً يعني حاسنا عاتف محل عصير كده اوه صحك فخفخين لا بس دي فعلاً وجبات بتقلل احساس بالحر بطيخ طبعاً من الحاجات اللي ممكن بالذات المية الكتيراً موجودة فيه تقلل احساسنا بالحر وفينا كتيراً قوي بتاكلوا كوجبة على الغدى معاها جبنة وبتبقى هي دي وجبة الغدى فلو انت مثلاً الصبح كنت تعرض للشمس وبالليل كمان انت نازل تاني دي وجبة مثالية لك خفيفة على المعدة المعدة تقدر تهدمها بكل سهولة بلاش نعرض نفسنا الوجبات تقيلة شوية ممكن كنا بنكونها مثلاً في الشتاء عشان معادتنا تبقى بتعمل بتهدم بسهولة فعكس طبعاً لو انا كالت مثلاً عطس مثلاً ده صعب قوي ده شتاء معروف شتاء شتاء بالضبط يعني احنا عندنا هنا في مصر يا رسان تحديداً يمكن فيه تصنيفات للأكل زي ما انت ما قلت بتبقى وجبة مفضلة واعتقد الغالبية العظمى بيحبوا اللي هم ياملوها جبنا ببطيخ جبنا بعينب اعرف اللي هو ميكس حادق مع حلو كده لان هي الحاجات الخفيفة اللي بتقدر اللي انت منك سديتي الجوة وفي نفس الوقت ما تقلتيش في الحر اللي موجود ده خليني اقولك على اخر حاجة كمان اه ماريا انا قد فيه ناس ممكن تاكل شرب مثلاً اي ان كانت اهيه على الغدد دي طبعاً من الحاجات اللي ممكن تحسسك بالصهد حتى طبعاً اخر حاجة بقى اقولكو عليها هي اكيد اكيد المسلجات بأي نوع ممكن تاكلوه سواء في بعض الامهات بتعمل فواكه مثلاً تعصرها واتجمدها وتحطها في العلب اللي هي زي لوليتا دي وتحطها في الديك فريزر فتبقى حاجة مستلجة او الايس كريم او الحاجات دي كلها طبعاً هتقلل احساسنا بالحر فيها سكريات اه لكن يعني هتساعد شوية يمكن ده كان الحاجات اللي انا جمعتها ده محل العصير اللي احنا دخلنا فيه بالزبط ده محل العصير اللي احنا يعني دخلنا جوع طب انت شخصية بتعمل ايه يعني بعيداً بقى عن قراء الدكاترة والكلام الطبي والعلمي سواء كان نفسي او مخلاف ذلك يعني انت شخصياً كبسان ده كل حاجات سقعة يعني دايماً باشرب مايا كتير قوي على قد ما اقدر الميا من الحاجات اللي بتقلل شوية احساسي بالحر بحاول اهدى ان انا ما اعملش حاجات فيها يعني اكتيفتي جامدة او نشطات انشطة جامدة انت اعملش اكل اصلاً لا لا بعمل اكل بعمل اكل بس دايماً بروح للمشويات لسبب مش عشان حاجة اخف انا مش قادرة اهدم في الجو ده بجد فيه حاجة غلط في موضوع الهضم مش هقولك بقى اه طبعاً الشعور السائع دي محاجة مهمة جداً انك تاكل حاجات خفيفة عليك عشان بجد هو عملية الهضم دي بقيت متعبة في الحر ده فلازم انت تبقى واخب بالك كويس او من حاجة زي دي وكمان في اخر اليوم مثلاً ما عرفش في الصيف جاي معي موضوع العيس كريم كتير او مش انتي بس متعلق انت بتعمل ايه بقى لانا انا اريز اعرف انت كويسة متعلق انت بتعارسنك جديد بتعمل ايه يعني الموضوع ما بيختلفش كتير عن يمكن اللي انت بتعمليه و اللي انت قلتيه لكن هو فعلاً بسانت يعني اشرت لي نقاط هامة جداً وهو في الاهمية فكرة ان في الصيف تحديداً الجسم بيفقد سوائل كتير قوي فانت بتحتاج ان انت تدخل لجسمك كمية كبيرة قوي من السوائل عشان تقدر ان انت تعوض بيها حالة الفقد اللي حصلت خلال فترة الصباح لان احنا عارفين ان كمان في الصيف النهار بيكون اطول بكتير من عدد ساعات الليل تحديداً وده اهم ما يميز شهر الصيف فلشان كده حاول باستمرار ويمكن ده كمان انا بحاول اللي انا اعمل ده بسان فكرة الحرص على شرب المية باستمرار وانا ده كان بالنسبالي حاجة بتبقى يعني صعبة انها تتعمل لان انا من الناس اللي بنسى اشرب مياه في ناس كتير قوي ما بحبش اصلاً تشرب مياه كتير او بتنسى انا سألت سؤال الحلقة ده لمين عمز منا في الفلور ولقيت من نفس القصة اللي هو بيقول لي لا انا بحاول لانا ايه ما باكلش اصلاً في الصيف كان همي اللي انا اعرف الناس حوالينا بتعمل ايه لا بس ده غلط جداً ما بقولك ففي ناس بتنسى فكرة شرب المية انا واحد من الناس كنت باعمل كده بس لما اتبعت مع دكتور تخزي عشان احاول لانا اعنزل وزني شوية كان لازم عندي تارجد كده يومي او هدف رئيسي يومي لازم اللي انت تشربه 3 لتر مية ده في العادي ده لقيم العادي ده في الشتة كمان فما بالك في الصيف والانت بتفقد فيه بالزبط فما بالك في الصيف والانت بتفقد فيه كمية سوايا الكتير اول فانت بتاجه ان انت تعوضي ده اه بالزبط تكيف يا جماعة انا تكلامها موضوع حراري ففكرة اللي انت عاوز ان انت ترفعي يعني او تعوضي لسوايا دي تقلل حرارة جسمك على قدم تقلل البطيخ من الحاجات المهمة جداً وبالمناسبة ما بيزودش سعرات حرارية كتيرة يعني انت تقدر تاكل بطيخة كاملة لوحدك ومش هتدخن بالشكل اللي الناس بتعتقد اللي هو عشان فيه سكريات خالص بالعكس اي حاجة من حاجات الفكهة انا بحس ان اللي هي في الصيف بتبقى بالنسبة لي وجبة مثالية وعايز اقولك كمان يا عبدالصمد ان الفكهة لما تاكلها كفكهة صحيح احسن بكتير عشان الفايبرز اللي فيها من العصر لا وكمان الكالوريز اللي فيها او سعرات الحرارية اللي فيها بتبقى قلب كتير من اللي حولتها العصر ده حي طيب على اي حال ده انا بعمل ايه في الصيف وانت بتعمل ايه في الصيف تحديداً لكن يبقى يعني حضراتكم تشاركونا بيعني الاجابة على سؤالنا ايه الوجبات اللي بتحبوا تاكلوها عشان تعللوا احساسكو بالحر وهو ده سؤالنا اللي احنا هتلاقوه مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بينا ومنتظرين اجاباتكم عشان نستعرضها على مدار اليوم النهاردة في حلقاتنا في صباح الخير يا مصر المستمرة معكم حتى العشرة صباحاً صباح الخير على حضراتكم صباح الخير يا مصر